موسيقى فروحت المستشوى عملت الانتربيو وقالوا لي مفيش اي بنت بترضو تيجي اسم الادمان ذات's the only vacancy we have تيجي ايجي روحت قلت الاهلي على فكرة انا تقابلت في الانتربيو بس انا هشتغل في اسم الادمان شفت بقى اكتر لوكس في العالم اللي هو مفرحانين قوي بس فيه دسابوينتمنت كده بس آم ابروك يا حبيبت مع قفدة قلب وبابايا لم تكن صدق نفسه من انت بالفتصح او الاف بموكد تعمل الى 50 امهة الف جنيه في الشهر هل تعتقد انتوا مشاوي الانتربيو انتو مش unterschiedما فمش فاكرون انت ده مهم بس دي اهم حاجة العالم انا بقى لي ست سنين يا جماعة بقى لي ست سنين بعمل فيديوهات دي اؤل مرة اصلا هتكلم على الساق نهاردة هنتكلم عن طرق مختلفة ان انت ازاي تعمل فلوس في عشرين اتنين وعشرين وانت عاد على البحر انا عملت حملة بكنات 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 بكناتين مليون جنيه ودي خدت فيها اجر حوالي عشرين ولقي مشكلة وحليها الموضوع مش انتي لقي المشاكل اللي عند الناس عند الشركات وحليها لهم داع هي خليك تبدأي ازاي لو انت بتعرف تصور كويس بتعني الفيديوهات جامدة فاشل هو عايز ده ومش عارف يعمل ده طيب انا معيش حاجة خلاص يبقى نفسك الطلب بيكون اضعاف اضعاف على المنتيرة اللي بيشتغل كريمير وافتر الفاتس وهنا تقدر تكون بتعمل فلوس اكتر بكتير من الفلوس اللي ممكن تكون بتعملها لو انت بتعمل ايديت على كريمير بس كل يوم بتنزل كل يوم تنزل كنسيستي بقى لي ست سنين ما بوقفش ومش شايف ريزولت كل فلوس وحطها تاني كنسيستي ملتبا جدام ملتبا جدام جيد، شخص ياربه هموني فزاق قاطم ملتبا جديدا بس مايك افاق اين اخبار؟ اه اين اختبتش ويني جي بي اس البتغاه يلتبستيبت انت عندك كم سنة يوسف؟ أنا لدي ثلاثين سنة عملت ثيرابي قبل كده؟ لا، هذه صراحة أول مرة أول مرة أول مرة عمل ثيرابي حقا، لقد رحت مرة مع مراتي حقا، كيف سنة؟ سنة ونوص حقا، حقا دعني أخبرك أنا فريدة و تعلمني فريدة سأخبرك يوسف إنه بخير حقا، حقا، حقا أنا سيخوص بداية فارق بين السيخوص والطبيب النفسي والخصائي والطبيب النفسي سيطعك الدواب بعد تشخيص معين أنا شكلتك سأساعدك على تشخيص معين سأقوم بسرعة حالة بإمكانك التشخيص معينة معينة سأنتج بحاجة تكملي سأقوم بإمكانك التكنافز سأقوم بإمكانك التشخيص لكن، إذا أردت حقا، حسنا انه بعد ما عملنا اساسمنت او كده انه يو مايت ميد ميديكيشن او ميكيو او ميكيو او مهمة اوي انه اي حاجة بتقول هالي بما ان انت فوق واحد وعشرين سنة اي حاجة بتقول هالي في الهياربي روم دي is completely between us مفيش اي حاجة هتقول هالي هتطلع بره الاودة دي خالص انا حبا دايما معي نوتبوك باخد نوتس بكتب حاجات كلها حاجات عشان انا افتكر معلومات معينة كوتيو في حاجة معينة عشان نرجع اكلم فيها معاك كله عشان خطري يعني ما بنروش دهو بيك خالص ما عليوش اسمك بيتشال في فايل في دولاب بمفتاح بروح بمفتاح باجي بمفتاح ف it's completely confidential بس انت كاتب امرجنسي كونتاكت الاميرجنسي كونتاكت ده رقم انت بتتبه محتاج يبقى انا عينيتو مكشور ان ده حد يبقى عنده حدث ممت انا محتاج اتاكد ان ده يبقى فوق واحد وعشرين سنة وعنده اكسس سريعة يعني عليك فكويس انه ممتق اي ممتق ان ده تعتاشر سنة بس انا مش هكلم الرقم ده غير في ثلاث حالات بس اول حاجة لو حصل لك اي حاجة في العيادة انا عينيت سومون توكم بكيو او بياخد بالو منك حصل اي مشكلة صحية معينة هحتاج اكلم الرقم ده والسببين التانيين لو انت بتسبب اي خطر حقيقي على حياتك او خطر حقيقي على حياة حد تاني ساعتها انا مش هكون بس تأذنك انا حبقى بقول لك يوسف انا هكلم ممتك علشان احنا محتاجين بتاحف وان تو سري دلوات اي حاجة تانية في الدنيا وعمري ما هكلم الرقم ده اوكي مفيش اي حد خالص لي حق ان هو يدخل في بتاعتك غير لما انت تديني او انت تقول لي فريدة انا عاوز مراتي تيجي معي مرة جاية او انا حبدأ ان انا خليها تكلمك عشان تعرف منك معلومة معينة غير كده اي حد لو كلمني او تواصل معي ايما هعمل نفسي ما رفقش ايما هطلب منه ان هو يخليك انت تديني بربل او ريتن كونسنت ان انت موافق ان هما يخشوا في التارفي بروسس بتاعي اوكي لو شفتك في الشارع في الاني ريزن عشان ده بيحتل على طول عشان مصروق او توصوله انا الابس بريتن لك اي دون تنوي فانا ممكن اشوفك تيجي عيني في عينك بس انا دايما هعمل نفسي مع رفقش عشان احفز على البرايفسي بتاعتك بس انت لو مرتاح او معاك حد انت ما يهمكش يعرف انت بتروح تارفي ولا لا اهل احفز على انا ما عنديش اي مشكلة خالص بس لو فاي مرة انا شوفتك اعرف انه مش تخافة مني بس انا دايما هبق بحافز على برايفسي بتاعتك عامل نفسي مشارفك تمام اوكي اجاب اي قوستشنز لغاية دلوقتي تمام افكار انا على طولها عوضك الوقت لو انا تأخرت عليك في اني ريزن لو كان عندي امرجنسي او تأخرت في اني ريزن بس لو انت تأخرت عليك مرتاح او عوضك الوقت بتاعك وبس كده النهارده اذا انا اساسمنت سيشن اساسمنت دي هنعود ادلين نهارتنا تقريبا هنعود سكستي مينتس سكستي مينتس سكستي مينتس تمام اوكي الاساساسمنت سيشن دي بنطلع بيها ثلاث حاجات اول حاجة خالص بيكون عوز اخد باقراند هستري باعتك هتديني كسة حياتك باقيلة حاجة تانية هنعمل حاجة اسمها تيرابي جولز هتقول لي انا عاوز اشتغل على واحد اتنين تلاتة معاكي في التيرابي دي حاجة الاخيرة خالص هتقول لي what brought you to therapy اوكي تمام كده تمام موضوع موضوع ما فيه سريس شوية صراحة اول مره اعمل تيرابي سشن يعني هنعرف او شوية صراحة موضوع سريس فل شوية اه يعني مش متعود ان انا اتكلم كتير اه دخلت في المود او يا عمد او بقى بجد انا طب احنا نعمل اينا عيليك جميعي واحنا عايزين كنت اتخدال يا جماعة او شكلوا 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 ماركو عايز السري في ساشن اه لا اتخدال يا ماركو تعالى لسا ما خلصتش على فكرة كماعة انا تعال اقعد تعال اقعد انا متخرج من مصرح على فكرة الناس كلها بتقلل مني كممثل مثلا متخرج من مصرح اقلقتني بالدور لبستش شخصية جدا نعم اه امسي جدا لا طب بجدد من نفسي اعرف موضوع موتر انتي مش موترة انا عندي اول حاجة يعني انا عندي انا ما بتكلمش خالص يعني دائما متعود ان الواحد بفيه كبت عن اي حاجة فان انتي تقوليلي انا عايز اعرف الباكراون بتاعك فعجالة اه 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 عايز اعرف الباكراون بتاعك على طول فيه بارير حاجة دفاع كده دي مين دي مازم الناس اعرفها من اين وانا عارف ان الاوضة مقفولة وكل حاجة بس برضو مش حاسة انا اعطيك فيها ازاي ايو اذا في واحد صاحبي انا قلت له حاجة عشان كده دايما ببدأ ان انا اقول انه في والحاجة متطلعش برا والحاجات مقفولة عليها واحنا في اوضة مفيش كاميرا مفيش حاجة متنجلة فاعني بالعكس بس الموظم ان استعمل الرياكشن متاعك ده اول ما اقول الجملتين دول بيسكوتوا كده لو انا مش عارف اقول ايه اول هو تم ممكن تسأليني اسئلة عندين بقى خلاص نكمل 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 انت اي سلام لابة دي? اه اه معنديش مشكلة عادي وممكن اقلف حاجات وممكن اقول يعني حقيقة اللي انت عايزها زي انت عايز نكمل بس انا ما بيكونش عندي انبوت خالص في المرة دي يعني مثلا انا حبقى دايما بقول لك عايز اعرف عن كذا احكي لي كذا اكتر وقال تيك نوت وراك طب اول سلاش ان انا ما عنديش انبوت قوي نكمل ولا ايه ايه رأيكم نكمل نكمل لأ اسئلة مثلا هتبقى لايك ايه عشرة عايزة بريك البريل دا يعني عايزين نوري للناس حتة عم مثلا جماعة ممكن نعمل انتروكشن بدلا ما احنا بدلا ما احنا ايه اول حاجة ما تنساش تعمل شكرا عمورة بونس ادي له بونس حالا كام? سبعين تلاتين كام? احنا بدي generations بالبوسة مكل kier اخر مرة احنا بجماعة في الحلقة الجديدة النهاردة لو انت ما يتتست wieder اهلا بك لو انتم ما يتتوين من زمان بحبك 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 وهو بحبك بحبك Bihanna هتبقى عزيزة جدا يا جماعة الحلقة احنا حاجة جلنا ممكن يبقى عندنا خوف منها. بس حاجة كلنا احنا محتاجينها ومش عارفين ان احنا محتاجينها. وممكن نضحك عن نفسنا ان احنا مش محتاجين احنا تمام. حتى لو احنا تمام المفروض نروح. النهاردة معنا آآ اخصائية شخصية صح? نفسية. نفسية. كنت قريب. كنت قريب. كنت قريب. كنت قريب. معنا النهاردة فريدة الغندور. احنا بدأنا الحلقة بآآ زي روبلاي صغير. لكني انا آآ داخل آآآ مع فريدة. آآآ فديكة اول حتة لو اي حد دخل انا بس عايزين نوري. ان زي الموضوع آآ سهل. مش صعب. ما بيخوف. فريدة مش بتعد. آآ ودي حاجة بس عشان تساعدك تبقى معرفش يعني ايه بالعربي? واعي. 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 جامد اول. فالنهاردة التيم بتاعت الحلقة بتاعتنا هتبقى ان انت واعي. عن نفسك. واعي. عن عايز اقول بتاعك. اوكي. الواعي انت. اه تصرفاتك. اه تصرفاتك. انت بتتفاعل ليه انت لو حد قال لك انت بتعمل ده. ليه بتتفاعل وتتعصب عليه قوي. فعايزين يعني ودي اهم حاجة. الواحد يبقى واعي من نفسه عشان يعرف هو زعلان ليه? هو متضايق ليه? هو مبسوط ليه? هو عجبته البنت دي ليه? هو والولد ده اه هي حبيته عشان ممكن يكون بيسد حاجة معينة فيها هي ناقصها كان. وهي فعلا ممكن متكونش بتحبه بجد. فالواعي ده مهم جدا وانا حاسس ان اكبر حاجة احنا مش عندنا كشباب. وبزاد الوقتي الحياة سريحة جدا. السوشال ميديا سريحة جدا. معندناش وقت اصلا نتنفس كده. ونهدى ونشوف. احنا فين وبنعمل ايه? صحة. بعدين احنا دلوقتي اصلا انفاليديت. عشان انت احنا الجيل اللي بين الجيل يعني احنا الجيل اللي واقع في حتة كده يعني احنا لما نبق اهل. حيبقى عندنا الوعي ده شوية. عارفين يعني ايه تيربيا. عارفين يعني ايه مشاكل نفسية. عارفين دي خلاص. وبقى عندنا شوية وعي زيادة. بس احنا الجيل بقى اللي هو كان اهل ومش عنده المعلومات دي. فانت تخيل نفسك كده مثلا حيلو كده عندك اتناشر سنة ورايح تقول لمامتك على حسنة عندي مش كده انا في ساعة ايه يا حبيبي انت ايه احنا احنا اصرنا معك في ايه? احنا لسه عندك? انت. حبيبي لو زعل انت عليك كلم مع ماما. وانت نقصك ايه في الدنيا عشان تقول كده ايه خش احمد رقش صلي ركعت ايه. فاحنا الجيل ده اللي هو وقع في الحتة بتاعت انه لسه الجيل اللي قبليه ما عندوش قوي الوعي ده اللي هو ما احنا كلنا كنا من الضرب. ايه صحيح. هو انت ده اللي دنيمة بوايا عمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فاحنا اصلا جزء من ان احنا ما عندوش الوعي ده ان احنا مجبوتين جدا. احنا ما بنعرفش نروح نقول ده. انا اعرف ناس كتير يعني مثلا لو انا بيجي لي من سبعتاشر سنة مثلا او من تمنتاشر سنة لأواخر التلاتينات. معظم اللي اهلها مش عارفين ان هم بيجو هما لأواخر العشرين والتلاتينات. واو. الصغيرين بيقولو. الصغيرين اهاليهم اللي بيجيبوهم. لا تقلق ايه انتقل شمال عربية رحم فيه. اللقطة دي شدت انتباهها. وده اللي انت محتاجه عشان تبيع اي سلعة او اي برودك او حتى تتتباع لنفسك او تسوق لنفسك. طب ايه الحاجة اللي محتاجة شويتك ناجة اللي انت محتاج تتعلمها هو المونتاج. احنا عملنا كورس يعلمك بالزبط ازاي تقدر تمنتج فيديوهاتك اللي انت بتصورها بمبايلك وباي كاميرا انت معاه. ازاي تقدر تبقى منتير عالمي عشان لو عايز تبقى منتير تشتغل معا شركات ان انت اتمندش او تجيب زباين من امريكا من كندا من اوروبا ان انت تقولهم يبعتولك الفيديوهات بتاعتهم عشان تمنتشها لهم وتبعتهم لهم تاني ده انا بدأت كده شركتي انا واحد بس والنهاردة عندنا فوق الربعمائة موظف بس عندنا مختلفة كتيرة عشان تشتروا كورس المونتاج للفيديو النهاردة. فاحنا بنخاف نقول ان احنا محتاجين لانه اهلنا هيحسوا الهو احنا قصرنا معاكم في ايه. صح. فطول ما انا لسه عندي المطاقة ده وانه ما ينفعش. انا اصلا وعي ايه ومدانا كل ما اقول افتح بوقي اصلا يقولي احنا قصرنا معاكم في ايه. فاصلا فيه الجلس. جزء كتير قوي من الناس اللي في العمر ده في في السن ده بيبحثين اللي هو لا خلاص. انا ما فياش حاجة اهو. انا كويس اهو. انا اهلي اه ربوني زي الفل. انا احسن من غيري. فاحنا اصلا في كده حتة معينة لي عليكم بان انا اصلا اروح اسيك هلف عشان ابقى قوعة مش عمد انا اصلا احنا هيتقتل. وحاسس بقى وما اعرفش انا ممكن لحيطة دي صح والغلط وحاسس الجيل بقى اللي هو تحت السبعتاشر سنة هو اربعتاشر سنة تلاتاشر سنة اتناشر سنة دول كلهم عندهم انجزيتي. او ايدياتي. صح. كله. واحد واحد عنده تناشر سنة تلاتاشر سنة بقوله يعني في العيلة عندي من من حت مش فاكر من فين يعني المهم. فاحنا راحين راحين ملاهي. فقوله يعني انا بعملها الاولاد قلت الاولاد حيحبوني فاشخ حيرم علي بمبوني من كتر الحب. فلاقيتوا بيقول لي من الملاهي. ايه? تعرف الكلمة زي من. انت عندك انت يعني انت تعرف ازاي يعني انت عندك انا لسه متعرف على من سنة بالزبط ايو. اتعرفت يعني ايه لما كده بحسس في حاجة في شاس ده قلت ايه ده فازاي واحد فما عارفش الحتة تلتناشر سنة تلتاشر سنة ان اي حاجة بقت انا عندي فانحاس الحتة دي خطر بالنسبة لي ما عارفش ده الكلام صح او غلط. وحاسس ان في حاجات كتير اوي بقت انا عندي ما هو فيه من جيل عنده كابتا تماما ما ينفعش يستخدم الكلام ده اصلا لجيل بقى بيستخدم الكلام ده بكتير اوي 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 ما فيش الواسط ده انا برضو ان بقى فيه كمان بقى فيه كل ما انت هتروح هتاخد هتاخد الليبن هو بقى لازم يعني فهي مؤسس دي هتروح لدكتور نفسي هيشخصك فبقى في ده برضو المدالس كلها اي والد عمل شوية شاية وعمل شوية مشاكل مش مركز فلا هو برضو في حتة وسطية احنا برضو عشان لسه دي برضو سوشيال ميديا وعمة يعني فكرة ان الحاجات دي بقت موجودة وبقيت موجودة بكتير اوي برضو بقيت مخينة بيروح لها هي اوي الحاجة بدل ما عادي يروح ل مشاكل تانية مثلا او حاجات تانية شوية لأ مخينة بيروحها بطول لترمز دي عشان لسه عارفينها برضو ايو فحسب بتستخدم ساعات كتير مش في محلها قوي بس اتليست الناس بقيت وعيا اتليست بقى عارف انه ممكن يبقى عنده صح وبقى بيعرف يقولها صح حاجة حاجة كويزة بس شفت شفت فشيخ صراحة من اللي هو يعني اللي حصل ده بس اقاف عشر عشر سنة حصل طبعا بس برضو اكستريم جدا مش ممكن صح ومن كتر مستشل بتبقى اسرع كل حاجة بتصوص بسرعة كل حاجة بتبقى اسرع بكتير بعدين الناس بتدايجنوز بتسلف دياجنوز او انا هفتح بوست فلقيت كزا وكزا يعني انجزايتي انا عندي انجزايتي ففي ده برضو ان انا مش بس انا مش بعتمد يعني او كتيرة بتوفر دياجنوز بس كمان الناس بتفتح سوشال ميديا وتشوف او انا عندي كزا فانا بقيت بدي لنفسي لابلس فده برضو مش صح. دي دي مراطي مية في المية. والله امراطي بتكتشف ان انا عندي حاجات انا عمري ما سمعت عنها اساسا والله. والله هم تسيبيني في حالي انا كنت زي الفل انا كنتش عندي اي حاجة دلوقتي وعندي اي اتش دي وزي بي اتش دي وصي بدي اتش دي وصي بدي احنا كنا تمام. بس هروح لازم اي نيد هلب بس صراحة دي صراحة دي اي حاجة بتدايقني في كل حاجة. اروح اتكلم مع واحد فعلا يقول لي ايه. بالظبط. وما عادش انا عندي كزا وعندي كزا وعندي كزا انا احتمل لي بقى عندي كزا. اروح حد يقولك بالظبط. اقرأ عن الموضوع ده بيحصل ايه ده مش عارف ايه وازاي الواحد بيتعامل بس نحنا نقول انت عندك كزا. تجي قلسك انت عندك ايدي انا عاقلك. ما زال ما بعرفش اركز. ما بعرفش اركز. يعني انا يعني حتى عندي سستين بيزنس في نفس الوقت. عادي. ممكن ده يبقى عادي. ممكن دي تبقى شخصيتي مش لازم مش لازم اشتغل على الموضوع ده. بزا. انا كنت فاشل في المدرسة. هي الحاجة ما تبقاش مشكلة كبيرة غير لو هي عامللي في حياتي. طول ما هي مش بتاعوك الكورس حتى على فكرة لو حتى لو لابل يعني حتى لو انت عندك معين. طول ما انت عارف تعيش بي وما هوش بروبليماتيك وما هوش مخلي حياتك ديسفونكشنل خلاص. مش خطر مش بقى دي خطر على حد مش خطر لنفسي. ولا انت حياتك خلاص خلاص. ليه هنخرب في حاجة لو هي بجد مش مخلييني ديسفونكشنل. فريدة ممكن تكلمي على حياتي عشان حاسس ان. دلوقتي ناس كتير جدا صغيرة. والدياجنوسيس الكتيرة قوي دي بتطلع. وان ممكن ولاد عندها دلوقتي. يعني احنا زمان تقريبا كل صحابي عندهم يعني اللي حولي عشان كلهم كانوا فشل في المدرسة اغلبيتهم. انت عارف انه ده مش مش لازم. مش لازم يعني برضو دي حاجة اللي هو تسميس كونسابشن. ان دي يعني فشل. يعني سيبك من كلمة فشل بس ان هما يكونوا مش شطرين قوي في المدرسة. مش شرط. صح. مش دايما خالص. انا يعني ناس كتيرة قوي عندها some sort of ADHD and they were very good at school. جميل. هي مش 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 لازم. فدي مشكلة تاني ان احنا بنربط ADHD بفشل. اه ايه ده ابنك فشل? اه اكيد عنده. بتاع مشاكل اه. اه. ايه. صح. في الحتة دي ايه. ولك فيه كده مسكنسابشن. احنا سمعنا حاجة مرة معينة او شفنا كيس. فكرنا ان هو. في فيلم او في مسلسل. don't get me started. لا انا اصخمك عادي. والله بجد موضوع الافلام ده انا مش عارفة فيه ايه. مدايقك احمرتي كده افتعشقك. ايه دي يا فريدة. عشان احنا كويسين اوي والله. ايه ايه اللي مدايقك في حتة الميديا بال. بصراحة بس برضو بي honest recently لا بيحاولوا قوي على اللي when it comes to the client side. ان احنا نريفريزنت الحاجة صح. وبطريقة اكريت وفعلا بيكونوا عاملين جيسيرت وجايبين ناس تكونسولت وبجد الحاجة تطلع كويس. بس من ناحية بقى التيرابيست. انا ما عافش حريب نطلع شاكتين اعمل كده. على طول احنا اللي هو. فاسدين. ونكتب حاجات بقى شهادة غلط عشان نطلع مجنون فما ياخدش المراسة بو. بناديهم ادوية عشان نخدرهم. بنتصاحب عليهم ونعمل معهم حاجات مش عارف ايه. على طول في ده. ليه يا جماعة احنا اصرنا معيكم في ايه. حالك كويسين والله. صح. فحسن الجزء كتير اوي من الناس خايفة تروح للثيرابيست او سايكايترس او ثيفر. لهم احسين بعدم امان. انت كنت بتقول ايه انا مش عارفك انا مش عارف حسك فيك ايه. اه اه انا ما مش فعلا انا انا اقول لها ازاي كل حاجة عن نفسي. فانا سترينجر. فده الواحدة بخليك لهو مش عارف تأمن لي. بس كمان بقى لو الميزيات هو دلوقت بتقول لك علي ان انا كوروبت. يا لهوي. كارفة. اتعايز تصرقي مني البزنس بقى. او البودكاست. جايل البودكاست. حاجة بجد انا مش عارفهم على ايه بيعملوا كده. بس كل اف يتينك باوت ات تعني بيمنعها في رمضان بس اف يتينك باوت ات كل مسلسلات رمضان الحمد لله بقى بيبقى فيها جامل. بس على طول شكلهم غريب اوي وبيعملوا حاجات غريبة اوي. انا ما افرجتش على ولا مسلسل. في اي حاجة جامد? اتفرجت على اي مسلسل الغدلاتي? اه. اتفرج على مسلسل واحد بس. اسمه ايه? راجعيني اه هو. انا ما اتفرجش على. برضو اشكال اتفرج عليه. بجد. اه. تحكي لنا الكسة. هي طالعة مريضة نفسيا موت. مين الدكتورة? رابع عليها. ودي مسك. وبرضو دي حاجة. على فكرة كلنا عندنا مشاكل. ايو بس بس دي برضو حاجة بتخوف فريدة عشان برضو حاجة يعني انا متأكد واحنا تكلمنا قبل ما الكاميرات اه تتفتح وكنت بكلم مع ناس سانية في نفس الفيلد. ان زمان اهلك ما كنوش راضين ان ان انت تخش في الفيلده خالص عشان انت هتطلعي اه مجنونة. عشان انت بتتعامل هتخطف مسلا. هتتخطفي. هتتقتلي. فميس كونشبشن ده برضو غلط ودي كان عندك ممكن تكلمنا على الحتة دي ونرجع للمسلسل تاني. ايو. عن اللي كانت بتواجهك في البداية. انا كنت عايز اعمل سايكولوجي. طول الوقت كنت عارفة ان انا عايز اعمل سايكولوجي. كنت بتفرج على مونا صغيرة وكان في ستة سايكولوجيس كده بتروح البيوت للناس حاجة غريبة جدا. سيكت بتروح البيوت للناس وبتعلي وبتزبط بتاع ولادهم. كان اسمها سوفر ناني. انجلي زي. انا عارفها. عارف المسلسط. حب حياتي. دي حب حياتي. بغضرة اني بتعمل حيات كتيرة بس تمام. سيكت حب حياتي. وانا كنت اللي هو متيمة. تحطه في المربع ده. كت خطيرة. وايه الشدة دي كت خطيرة. فانا كنت تحسل هو انا عايزة بقى سايكوروني بقى الناس بتعمل ماجيك بقى للناس التانية دي وتحولهم في ثلاثة ايام ده انا عايزة بدأ. وعين نوت وكت بجيب كتب وكتب اقرأ والاي الجامعات اللي فيها انا عايزة ادخل يلا وعملت مذكرت كويس قوي في المدرسة عشان اجيب كويسة عشان ما ندفعش كل مصاريف لا يعني زباط الدنيا قوي. وبعدين طول النهار اللي هو انت متأكدة. انت عايزة تعملي كده. طب مش عايزة اهلي طبعا. ايه. مش عايزة ايكونوميكس. طب ما تعملي ايكونوميكس ماينر. علشان لما سايكوروجي لا تجيبش همها. انت اشتغري بايكوروجي. ما تجيبش همها. على طول. على طول. هم لو كانوا يقدروا خليني اعمل دابل ميجر كنت عملت يعني. طب حتش تغلي فين مفيش يا حبيبتي حد في اعمل ده دلوقتي. بس يعني هو بجد الحقيقة انه ساعتها مكانش في ده او. I was very lucky انه by the time اللي انا اتخرجت فيه من الجامعة كان بقى فيه very well established psychology centers. دول ما كانوش موجودين. فهم ما كانوش محدش كان عندو رؤية للمستقبل يعني. بس هي حصلت. بس بس دي حاجة مهمة جدا اكشول يا فريدا ودي حاجة اول مرة نتكلم فيها دلوقتي بزات في حت اني انا بفكر في اي حاجة بربطها بالبزنس على طول. ان انت تبقى على بتاعت اندوستري. يعني انا متأكد في امريكا واوروبا. السايكولوجي والحاجات دي كلها مفرقعة. يعني احنا مش محتاجين اصلا هو انتي مش هو احنا مش بنختلع حاجة جديدة. احنا ممكن نشوف البلاد اللي متقدمين شوية عندنا او في الحيطة دي ونبص ايه اللي بيحصل عشان اللي نفس اللي حصل هناك هيحصل عندنا احنا كلنا بني قدمين البيهيفر كل البيهيفر كله هو هو وده اللي هيحصل. فان انت شايفة المستقبل بطريقة المعشة انت شايفة ان انت عايزة تساعد الناس فعلا. فدي حاجة مهمة جدا في البزنس. ان انت تبقى دايما شايف لقدام. وانت لو فعلا مصدق في وفعلا عايزة تساعد الناس. اول حاجة ان انت فعلا عايزة تساعد الناس. هتنجح. وده اللي حصل لك. ده بجد جدا. ده بجد جدا. وكل مرة يتقال لي لا اعملت الحاجة والحاجة يعني لو ما تخشيش سايكولوجي لا حدخل. دخلت اللي انا تخرجت فيه من الجامعة كان فيه مسلا بتاعتلات اربعة سايكولوجي سنترز في مصر بيجي لهم كلاينت. وموضوع كان بدأ يبقى قوي. وانه خلاص بقت حاجة معروفة شوية. واهلي اللي هو اي ده شكلها الموضوع بجد اي ده بقى نسمع على كزا اي ده مش عارف ايه. دنيا مشيت قوي. بس انا تخرجت. واول مستشفى رحت اتمرن فيها. الوحيدة اللي عندهم كتفي اسم الادمان. واو. فتخيل بقى انا كده راجع الاهلي وقابوا لي بقى واسطة بقى عشان اهش المستشفى وبتاع ولهو طبستي طيب هو من جوة يعني نفسهم لهو ما تروحيش يا. سواء عشان ساعدك يعني. فروحت المستشوى عملت الانتروفيو وقالوا لي مفيش اي بنت بترضو تيجي اسم الادمان. that's the only vacancy we have. تيجي ايجي. روحت قلت الاهلي على فكرة انا تقابلت في الانتروفيو بس انا هنشتغل في اسم الادمان. شفت بقى اكتر لوكس في العالم اللي هو ومفرحانين قوي بس في دي سابوينتمنت كده. اه مبروك يا حبيب. مع قبدة قلب. اي. وبابايا ما كانش صدق نفسه. ادمان. طب يعني طب يعني طب هتعملي ايه? طب ازدق طب طب نروح حتي تانية طب نشوف مستش بها تانية. كل يوم انا نزل الصفح. تغزق كده ان انتي هتعملي كده بنتي ويروحوا بقى يكلموا ايييي جاذرينج او اي حاجة. انا مش حاولة بتعمل كده ازاي. انا قلبي انا خايف جدا على طول اللقاء كأنه مثلا. ممكن تقولهمي على الرياليتي من التعليقات التي تشتريتك؟ لا أشعر ولا الهوى أولاً أولاً هذه كانت تحدياتي أفضل مني كانت تلات سنين ونص كانت تحدياتي أفضل خمس سنين دولتي في أفضل أفضل كانت تحدياتي أفضل تحدياتي تحدياتي تعمل بشكل مرة تعمل كل شيء في مستشفى من أجل تعمل لهم تعمل لهم طول الوقت موجودة عشانهم طول الوقت فقلاً عايزين يتغيرهم انت شايف التحول انت عارف يعني إيه حد يبقى لمستشفى أمراض نفسية؟ يعني ده حد جاب آخر آخره بزاد في حتة الإدمان دي حتة صعبة أوي أوي بتبقى حتة صعبة على إيلة بتبقى حتة صعبة على إيه هو أو هي ان هما يخشوا أساساً ان هما ياخدوا الدفعة دي موضوع بيبقى صعب جداً ان هو يوصل فاني انت تشوف حد في الروك باطن بتاعته دي ان دي اوت دي ان دي اوت لغاية يوم لما يخرج ده بالنسبالي كان أحلى حاجة في الدون وانت بتشوف التغيير على شكلهم بتشوف التغيير على عينهم على نظراتهم على طريق تكلامهم على دير بادي لانجوج قد ايهما بيكونوا دخلين قفلين قوي ان 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 انجرياً في الالم ومشتاقين نفسهم ومتعبنين جسدياً ونفسياً على ان هما بيؤفن شوية بشوية وانت موجود وانت يتحرك الناس معاهم فانا بالنسبالي كان الناس في البيت هتموتوا فاكرين ان انا بروح اتضرب بالنار تقريباً وانا بجدد بالنسبالي ان انا عم having the time of my life وكانش في ده خالص دي برضو ميسكنسپشن ان الناس بتخوف او ان هما تر باري فايلنت او ان هما اجراسيف او انه او لأ ده عنده مشكلة مالا ادمين لا خلي بالك حسن يسرقوكي فيش داق يعني موجود موجود بس هي ده مستشفى ده المكان اللي هو رايح يتعالج فيه فهو مش مطار يعمل فيه كل الحاجات دي فهو بالعكس وانت مفروض وانت موجودة عشان تساعد ايه بالزبط كده بالزبط كده بالعكس زي ما بقولك انه one of the misconceptions انه الناس اللي عندها مشاكل او اي مرض نفسي ناس لا بالعكس ان هما يتعرضوا صح يتضحك عليهم انه يبقوا بيستغلوا انه هما يبقوا بالعكس فلا المسكنسپشن دي بتاعت انه برضو الموضوع عنيف وتقيل وخطر قوي لا انا ما شفتش ده يمكن موجود في اماكن تانية بس مش بالصورة اللي الناس شايفينها بس تلات سنين انت خدتي تقيلة برضو يعني تلات سنين مش قليلين ما شفتش ده وموجود اكيد يعني تمام بس هما راحين مكان معين عشان يتساعدوا ممكن في حت بالزاد في حت الادمان دي فريدة الواحد يتعامل ازاي لو حد دخل وطلع دخل وطلع وانا هتغير هتغير والموضوع بيبقى صعب عليك ان انت اولا الموضوع غالي لا تسل لو هو اخويا الموضوع على غالي انا انا كده انا بضمر حياتي عشان انا فلوسي كلها لانا كنت محاوشها عشان اودي ولادي المدرسة والجامعة بصرفها كلها على اخويا وانا فعلا انا عايزه يتغير الواحد يتعامل مع الحتة دي ازاي لو مسلا بقالنا خمس مرات ومنحاول وخلاص فلوسي هتخلص ايه الحل في الحتة دي انا عرف انه سؤال صعب انا بشوف انه اي حد عنده حد في حياته وعنده مشكلة مع الادمان اي دون تنك ان في اي حاجة اصعب من كده في العالم اي دون تنكس اي حد ممكن تحط فيه اي دون تنكس اي حد ممكن تحط فيه لانه بمنته الامانة الامانة يعني ان انت تنتكس على المخدرات تاني هو اصلا عرض من اعرض المرض فان انا بويضب فان الناس بتبطل بالسنين وترجع تاني عشان هو اصلا عرض من اعراض المرض فان انا بويض فلازم نفهم فلازم نفهم ده لازم ابقى فاهم ان انا داخل حاجة هو مش ماجيك انا هو دفنت لي مش ماجيك هو ابعد ما يكون عن الماجيك هو شوف الماجيك ده سرعيته قد ايه وقد ايه هو الناحية التانية خالص وهم مش قصدين وهم مش قصدين لشان هما بجد عندهم مشكلة بلس انه ري لابس فكرة انه هما ينتكسوا تاني حاجة عرض فهو كده كده هي بتحصل ومليش علاقه بالاراضه يعني لي علاقه شوية بان انا اكون عايز من جوايه اتغير بس جزء من الاجزاء هو انه انا عندي مشكلة انا ما عنديش كنترول قوي على حاجات فيها عندي كنترول ان انا ااخد بالي من افكاري وان انا امشي بستركتر معين وحاول ابعد عن حاجات معينة ابقى في تيرابي واشتغل على افكاري واشتغل على تريجرز بتاعتي واللي بيخليني اعمل ده واللي مش بيخليني اعمل ده واحاول افجر out my way وده ما يحصلش ليلابس خالص سيكون 3.4.5.6.7 مرات يوجد كتاب اسمه مرة 19 واحاول وذلك عندي شكلة ادمان وينتطل في مرة 19 19 عمو دخل مسوحات 19 مرة ده عمره يعني ده عمر دي سنين لكنه لده عث sociاب ويضطل في مرة 19 هو حسناً جيدًا هل يتساعد معي الناس؟ لا أعلم هو هو صاحب يعني أنه يساعد أخرى في الناس مع الدكشن واصفتها أعلم أنني تكون هناك هذا مقابل وإنه يتكلم أكثر أبداً في الكتاب أو اي قصة معروفة أو أحد مشهور يجب أن تقول لنا في التعليقات هذا النجاح هو أن ترى التحديد في حالك في وقت أحد الأمر لأنه على طول يوجد ريلابس إنه مهلاً مهلاً إنه مهلاً على أجل تهربية حد من بره فهي مهلاً 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 على حد تاني بقي قريب لشخص ده ببعطة والمجاب ووقد تزيد من الحرارات الأولية هذا يمكن كلّاها فإننا كم يمكن أن تزيد من كلافة وتزيد من حظهم أو حقاً، إيجابًا تزيد من الحياة إذا كنت تتمبع بشكل مجال في كل المخاطر من فضل من العاصل نحن هل تتلك التالية الجركن؟ نريد أن تعمل معنا تتعلم تفعل معك من خلالي؟ تعتقد أنك تفعل ما العلوم بشكل كاركةل في صفحة أو خصص منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرجع على المسلسل. فراجعك كان على المسلسل ايه? رجعيني هوا. رجعيني هوا. الوحشة دي بقى. لا مش وحشة. مش وحشة. هي مش وحشة. لا مش وحشة. يعني هي عقلة مش شريرة في المسلسل ده. حنعرف ما ظنش انها شريرة. اه اوكي اوكي. مش شريرة بس هي مسلا بتشوف حد يعني بتشوف واحد وبتشوف ابن اخوه وشافت مرات اخوه. بس كده غلط. ايه اللي بيحصل ده? فهموت انا بقى. عادة بقى انا ورا لسكرين ههموت. عايزة ابعت ل صمعتنا. والله يبقى احد شل. ماينفعش خالص. ماينفعش. ماينفعش. ماينفعش اشوف اي حد واي حد تاني قريب منه. ايه. لو انت جيت لي النهاردة عملنا سيرشف طاعت النهاردة دي. ودينوا لتريبا مراتي بقى عايزة تجيلك بكرة هي بقى لنفسها ماينفعش. ماينفعش قاد مع اختك. ماينفعش قاد مع مع اختي. ماينفعش قاد مع اختي. هيبقى بيتكلم عليك في مثلا مواقف انتو اللي تاني. انت تبع حكي لي مواقف مبارح مثلا هو يجي لي بكرة حكي لي نفس المواقف منا سمعته. عشان ده يعني حتى لو انت وكل حاجة بس انت ممكن تخذي اعتقاد قراري. طبعا مش ممكن باكيد. ايه. مش ممكن باكيد. انت جيت حكيت لي خناقة. من وجهة نظرك. من وجهة نظري طبعا. زي ما حصلت. وانا خوز بن عني. خلاص. خلاص. I am your therapist. I have your best interest at heart. هييجي بقى صاحبك بكرة يحكي لي الخناقة دي بطريقة تانية او انا حابعز ولا فكر لا يوسف ملاشك. لا على فكر بقى يوسف قال لي ما كانش قصدو ك فانا I lose الحتة دي تماما. مش حبقى الجودجمنت بتاعتي صح. فما ينفعش. فهي بقى ستة دي في المسلسل بتشوف الناس دي كلها. فلوس هي تقول النهار في المسلسل طلعها تقول اصلا عندي مشاكل نفسية. ستة ماشي كلنا عندنا مشاكل نفسية. بس هاو بقى ان احنا نحاول نحاول ما نخوفش الناس مننا. اه الرجل اللي هيك بتشوفه ده عمل خطبها اصلا. عمل فيها خطبها ات سون بوينت في المسلسل. عمل ايه؟ يعني الرجل اللي هيك بتشوفه تلاتة وارب نخطبها. شايف العكة شايف انت عملت ايه؟ حاجة تخوف قوي. انا لو هروح تيرابي. مفروض العكس مفروض يبقى ثيرابيس بعد كده يبقى خطبها. مش يبقى خطبها بعد كده يبقى ثيرابيس. شايف تماما. او. بجد حاجة بتريع البيت ده. نعوك صح. نحن نعوك صح. انا نسي نعوكش خالص. عشان بجد احنا بنكره الناس في الموضوع وهي بجد حاجة مش بحش كده. انت نسي كتب تقول لي معظم الناس اللي بتيجي تواضع الكورسي ده بيقولوا قد ايه تيرابي حاجة في حياتهم خدته. طب احنا ليه بنحسس الناس انها حاجة وحشة. او انها حاجة مرعيبة او انها فيها رهيبة او انها فيها رهيبة. ليه? هنستفيد ايه بالعكس? هي اصلا استفادة دينا كلنا ان احنا كلنا نروح. كلنا هنبقى احسن وكلنا هنبقى مبسوتين اكتر. بالزبط. مش ريزا مبسوتين بس كلنا هنبقى اوعى. اوعى. واعي. يا هو ده ستين بتاع الحلقة. ال اوعى. انا بعمل كده ليه? انا حسيت كده ليه? انا فكرت كده ليه? انا شايف ده ازاي? انا عايز اتصرف في ازاي? انا مش عايز اتصرف في ازاي? فابقى بسأل نفسي اسئلة بوعي اكتر فبالتالي انا هبقى تصرفاتي احسن. اتليست انفورمت. ايه. انا وير. جامد. نكمل في المسلسل ولا كفية كده على المسلسل ده? اشافي. اشافي. كفية مسلسل. اتكلم الثيابة. ايه. احنا كنا وصلنا واحد انك خلصت لله التي تجد تلك أيها الأساس حياتك ملاحظة قادمة حياتك ملاحظة حياتك ملاحظة ملاحظة قريباً 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 لابد أول قريباً يبلغاً كم خلقيني ؟ قريباً بدأ كم حاجة وكان شاطر فيها. فلما كبرت هناك طبعا وما كانتش عندي عربي خالص. كنتش بتكلم عربي تقريبا. وبعد كده بقى عندي اختة اصغر مني. بعد اربع سنين. وكبرت هناك لغاية لما بقى عندي عشر احداشر سنة. ورجعنا مصر. بابا قرر يرجع مصر. كانت ماما وخلصت الدكتوراه خلاص. فخلصنا منها وكل حاجة. كان شكل حياتك عامل ازاي وانتو هناك. فاكر ايه هناك؟. فاكر كان كان كويس. فاكر ان الحياة كت كويسة. ما كانش معانا فلوس كتير. كان دايما بابا يشتري عربيات يبيع عربيات. كان دايما بيشتغل يعني. كنا working class family. كنا دايما بنشتغل كل حاجة. ماما كان بيشتغل. بابا كان كنا بنروح مدارس. كنا بنروح مدارس. ما كنا بأنش بنكب حاجة غالية مكاناش عند precautions كنا بنكن سافر ساعات في. في النطاق البلد يعني. حسنا باسة. حسنين من Figur ما دين من 20 عشر سنين رجعت وعيشته هنا ايه. حسنا. عشر سنين ح�동 10 عشر سنين رجعتنا نعيش هنا في مصر ياه. مصر يعني. لم أكن فاكر أي شيء، ولكن لم أكن أعيش في مصر عادي كنت عندي عشر سنين كنت مجموعة كنت تخلت المدرسة جديدة وتعرفت على ناس جديدة كانت صعب و سهل لم أكن فاكر، لكن كنت دائما مختلف كان موضوع صعب لكي أتكلم عربي كنت أقول أنت أنت حلو قوي كنت أتكلمت كانت فيه عربي خالص كنت دائما أحسني أقل من المدرسة الثانية في العربي كانت ضعيف جدا كنت تبقى لبس مختلف عشان لبسي من كندا فالناس كلها ممكن تشوف مع أننا عندك عشر أو أحد وشهر سنة فممكن تشوفين أنت تتمنظر المهم أننا عشت أربع سنين في مصر ولعبت رياضة كثير كنت دائما لعبت جودو في نادي الشمس كنت دائما في رياضة كنت دائما في رياضة كنت دائما في الحد كنت دائما في الوقت في الشارع والرياضة نركب مونتي بلد لما كان عندي 14 سنة مونتي وبابايا تطلقوا بابايا تجوز حد تاني فممت قررت أن نتخذنا ونرجع إلى كندا تاني لوحدها ثلاث ولاد فارجعنا نعيش في كندا نكمل كنت دائما كنت دائما كنت دائما كنت دائما ومون كتر ومن كتر من كتر كانت تفضل لعبريدة من أجل ما نأخذ بالها قلبت للسكيتشوفرينيا وده بقى اللي غير حياتنا وصحينا الصبح مرة واحدة فهندو أنا ومامتي مرة واحدة قلت لنا قالت لنا الاخلي كنت أنا وهي قلت لي إي دا إحنا تخضرنا وتسرقنا الباسبرات بتاعتنا والإدنتي بتاعتنا كلها تسرقنا طلبنا البريس وكل هاجا وتسحى الصبح مامتك بقيتش مامتك مامتك بقيت شخص تاني خالص كيف عدتك؟ ممكن كان عندي مثلاً 19 سنة أو 20 سنة وده الفجر الرو ماضي بتاعك المشايا حياتك 6 سنين اللي فات بقى بس هي بتبقى كده لغاية فين The first session is all about that The session the ordinary is assessment You give me everything انا باخد كل المعلومات دي برائب شوية انت بتقفين ايه الحاجات الكوية ايه الحاجات الكوية انا بذلك بس ما كلمتش ديتيلز بكلم كل واحدة اول مرة عمري ما حبق بزوق في ديتيلز انا حبق بسها بقولك اللي هو ده مصطف بن دفكت لو انت اخدت مني السن ده وكملت عليه ثانت تستطيع التعلم عنه بس لو انا قلت الكلمة دي وانت لسه لو اناك اول مرة مش حاوز تخش فيها اوي خلاص انا اقوم بفعل اميكا او حكتب عندي اللي هو او حل ترى ونجد مره لم يكن مني هذا هذا رأيك في مدى 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 كمتبطة في مدى 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 لمدى مدى عدد مدى وقامت لتشيء أما تشعرTs من التلقيق الناس وفي نهاية الخطوة نهاية الناس وفي نهاية الناس كانت أمثل عن ذلك محل الناس وحيث تفسير وعشيات كيف تجد تلك الناس انك محتاج اللي خلاني حس ان انا عايز اجيب تيربي ان انا اكتشفت مسلا ان انا مش بنام كويس عشان مشكلة حصلت من 13 سنة وكنت فاكت ان انا عندي مشكلة في النوم عشان انا بفكر في البزنس كتير قوي وانا عبقري واكتشفت ان هي مش المشكلة مش ان انا انا مخي هو مخي قاشا غير دائما من فكر في الشغل بس هو ما بدأش كده فحاولت ارجع اشوف انا امتى ابتديت ما انا مش كويس يبقى عندك مشكلة في النوم في النوم ولاقيتها ان هي قبل ما ابدأ بزنس اصلا بزنس اصلا فقلت اكيد ان انا ما جاليش مشكلة عشان افكر في البزنس كتير قوي انا كنت في ساعتها كنت بفكر حلبس اني تي شرت لما انزل الالعب كورة بكرة اه فاكتشفت ان ده واكتشفت ايه هي فعلا انا امتى اوكي جالي مشكلة في النوم اوكي فقلت ايه ده فده لما كنت قعدت وعدت اسأل نفسي اسئلة واعدت اشوف فاللي هيساعدني اعمل ده اسرعة بكتير فانت ادركت ان حاجات دلوقتي موجودة في حياتك الاساس بتاعها او سبب بتاعها جوز باك تو اوكي بالضبط وده حيث يعني من اول ان انا الاول ان انا بقنع نفسي ان انا عند المشكلة دي من الشغل واي احد بكلم اه انا بكلم اه افكر في شغل كتير جدا وبعرفش انام وبتقنعي نفسك وبتعيش في الحتة دي بتعيش في الوهم ده وما بتحاوليش تصلاحي الموضوع وانا لو صلحت الموضوع هنعم احسن بكتير احسن بكتير في الشغل فانا عايز احسن بكتير في الشغل عشان انا بحب اتحسن كل يوم فعشان كده انا حسس المرحلة دي من حياتي دلوقتي ان الحمدالله الفينانشل اقدر افورد ان انا اروح ثيرابي وكده انا عايز احسن بالزاد في الشغل فاللو صلحت الحاجات دي وابقى احسن مع عيلتي واحسن مع الناس اللي بحبها فهو ده اللي جايبني في اربية ان انت تتعلم تعمل ده عشان تشتغل في شركة محتاجة ان انت تمسك لهم الناس فعلا محتاجة للموضوع ده ونقص في السوق وفيه جاب كبير جدا الماركز كبير اوي ففيشو مية وليك لأي حد شاطر اي حد يحط وقت وهيتعلم وهيبعاش دعمل حاجة هيوصل. ممكن نجيب لك شغلانة بكزة طريقة مختلفة وممكن تبقى على حاجات زي كده زي ما احنا ممكن نشوف الواحد بيتفاع له من خمسة وتلاتين دولار في ساعة لفوق مية دولار ومتين دولار في ساعة معايا علي وعمر عندهم شركة اسمها فلاك بول بيعملوا اي كومير ستورز من شابفايل هيتشرحو لنا ازاي هما بدأوا شركتهم من ولا حاجة من لا شيء يقدروا يشتغلوا من اي حتة هما عايزينها في العالم. فلو انت عايز تشتغل كشابفايل سواء كفريلانس او تعمل كوفايل على هابورك وتبقى قاعد بتشتغل فلانس بتوعك على البحر تدوس على اللينك اللي تحت عشان تبتدي معانا الكورس لسيط لازماذا هذا يمكنهم أن يسرعت أذي؟ اي يا هذا اليوم او لا اعطاك تقول اذا انا محتاجك الهلف خطة الخطوة في قد ايه. مساعدة بسأل مثلا مثلا كماذا هي تاسمك؟ طيب لو كنت رح تتيرافي قبل كده ايه بسأل طيب ما حدثت؟ طيب أهله ذلك يقوم بسرع التارجيزة طيب ما هو المفتاحة تتعلم مع الثيرافيست القديمة أو الثيرافيست القديمة وشتغل ومش عاوز يوبرلاف فما نعملوه ش تاني او جربت ومشتغلش خالص فما نضيعش وقتين فيه فساعدت لكم ان هناك اشتغل ذلك وكل كلاين غير الثاني ستشتغل مع كلاين ده ليس هتشتغل مع كلاين ده انا بشتغل حاجة اسمها كلاين سنترد أبروتش فشوية بيبقى انت اللي بتشغلني في مثلا ثيرابيس تاني انت هتخش عليها تحكيله لايف ستوري وانا هنققي من الليف ستوري بتاعتك حاجات معينة وهقول لك اوه ده انت كنت بوليد في المدرسة فده اكيد اسر في سيلف اس تيم بتاعك فنشتغل على ده اوه ده ممتك حصل مش عارف ايه اوه ده اس او تراما هنشتغل على ده فانا هنققي على حسب الهدف على حسب الهدف على حسب الهدف على حسب الهدف عشان كلاين بيقول لك زي الجيم يعني انا قول بتاع طلع سيكس باك بالزبط بزبط بس هتشتغل بسي كلاين تانية بقى بتبقى جاية هي مش عايز تعمل كل ده انا عندي قول تاني خالص انا عايز بس اعرف هتما اطلع السلم وغير منهج بالزبط فخلص انا ايه لا خليني ضيع وقتها ووقتي وفلوسها وانريجي وفرط على فكر تيربي is so much work it's hard work وكميتمنت وانفستمنت جامدة قوي بالزبط وهي مش عايزة مش ده اللي هي استعملها هي كل بقى ده بالنسبة لها مش مشكلة خالص هي عايز تشتغل على استعملها ساعة كثيرة قوي هنعمل ده بعدين هنبدأ واحنا بندعبس واحنا بنشتغل نلاقي بقى لينكس لحاجة ورا فابدأ لا بصي بقى لحطة اللي انتي كنت تضحك على نفسك ومتوجي لنفسك انها مش فرقة معيك لا فرقة شوية ومؤسرة شوية فتعالي نحاول نرجع لها لو انتي عايزة وفي ناس تانية بقدر تبقى خلص هي جهزة دلوقتي الرادي نسبتها ان احنا دلوقتي نعمل استعمل 2 years back from now يمكن يبهي عندها الرادي نس زي ما قادت مع نفسها زي ما انت عادت مع نفسك كده ولا هو فكرت وقلت لا ابا انا لازم واجه نفسي ان الحاجات دي بجد هي لمدقيني هتقعد مع نفسها القاعدة دي فهترجع تقول لي اه لا بصي انا عايزة باشتغل على كذا سانا لازم اشتغل لما الكلينت يكون رادي ينفع شو حد يكون جاي هو بجدد خلص ان هم يعملوا حاجة معينة وانا اعمالي بضغط فهي هاي سؤال حاجة تاني ودي حتة خطر جدا احنا بنعملها مع الناس القريبة مننا بيبقى عندهم دي براشن اه ودي حاجة انا ويعت فيها يعني ويعت فيها مسلا حد مش قادر يغير من نفسه وانا كشخصيتي انا يالله عايش وحنزق ويالله وحنعمل ملايين ولأ ننزل يا جيم ولازم ايه ده انت بجد انت انت ده اللوعة انت ليزي انت كذا وانت اضمر فيه اكتر بدل عشان هو فعلا ممكن ما يبقاش طب الواحد يتعامل ازاي بالذات في الحتة اللي هو يعني لو انت في حتة الانترابنيرشيب اللي هو اي حاجة لا اه انت تشتغع ع نفسك انت لازم تحسب نفسك كذا 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 ازاي الواحد يقدر يفرق يفرق ما بين ما بين ان انت تضغط على حد فعلا عشان تشجعه ويبقى جاهز وان انت كده بتضمره نفسيا وهو كلمة تضغط على حد ذي الوحدها مرعب اوكي اضغط عليه واشجعه اضغط عليه واشجعه وانت ان انت تستخدم كلمة اضغط عليه احنا مش في الحتة الصح اشجعه مش بحتاج اضغط عليه اضغط عليه ليه بس هو مش بينزل معي مش بعمل معي مش شايفه بيحسن من نفسه لو ضغط عليه مش هيعمل كده والمشكلة التانية ان يحسن من نفسه لكل واحد غير التانية ان انا حسن من نفسه من زي ان انا اجري اسرع ان انا بيزنس يكبر ان انا مش عالف ايه احنا نتوقع حاجات مش هو ده اللي ان هو يحسن من نفسه حسن من نفسه ان هو صحي الصبح بدري وبدل ما يقعد في سرير ست ساعات هو صحي الصبح وعمل قهوة وقعد على الكنابة وكلم في التليفون اعتقد ان ده حاجة من الحاجات المهمة اوية ان انا ما بقش بحكم على الناس باستخدام او ده بالنسبة لي الصح فبالتالي لازم يكون بالنسبة لك انت كمان صح احنا بنعمل ده على طول ان انا محتاجة الناس مش هضغط عليهم يعني لو انا مسلا قلتلك انزل العمل معي كذا وانت منزلتش بس عملت حاجة تانية صغيرة برافو عمتك انا خدت بالي ان انت النهاردة عملت الحاجة الصغيرة دي فانا محتاج برضو على المجهود الصغير احنا كثير اي بنعدي حاجات وبنبقى عايزين نشوف الحاجات كبيرة انا هقول لك برافو لما تعمل دي بس بقى كل البروسيس اللي هياخدك عشان توصل اللي دي انا مش هعمل له عارف الامتحانيات زمان لما كان ممكن تجيب النتيجة النهائية غلط بس انا حديك درجات على امرك دخلت التحانك في كده هي نفس الفكرة انا ممكن الاجابة تبقى غلط بس الطريقة ايو الطريقة اللي انا عملتها ممكن يعني الحزبة تبقى غلط عشان ضيعت اركام بس السيستم اللي انا ماشي به صح بالزبط احنا بننسى ده احنا مش غير في الاخر صح انت عادت وزاكرت وشايفك يا حبيبي مقطع نفسك مذاكرة ودخلت لك وعملت بتاع بس انت جت نمرة بحشة انا هنسى كل ده احنا ما عندنش الفكرة بتاعتي وديتجور بس والسوسائتي بتاعتنا كده دلوقتي يعني واحنا بنجدج نفسنا دلوقتي بالذات في حت يعني اتكلم تاني عن حتة الانتربرنيرشيب الناس اللي شايفة على السوشيال ميديا شايفة الانجول بس وهم بالنسبة لهم النجاح هو الانجول بالزبت بس هو البروسس كله والانجول ده اساسا يعني اتفجيزي فوجازي اسولى حاجة اساسا يعني مش هو ده الهدف الاساسي الهدف البروسس اللي انت تمشي في ان انت النهاردة تعلمت ان انت النهاردة بيت احسن ان انت زبطت كانت بايزة وزبطتها ان انت بعد كده مش عارف ايه ان انت عارفت تصلح فعلا بلاز انو في ناس I think طرق تشجيعها مختلفة انت ممكن تكون انت بينفع معاك الهو يلا ونعمل وننزل الهو انت بسميه حضغط عليه الهو مش تشجيع خالص بس في ناس تانية مش كده خالص لا 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 ومش كده بعد كده بقى ايه مغير الضغط بقى طب صدق ان انا غلطان صدق ان انا غلطان ان انا ان انا حساهم حساهم لقيين نفسهم اوي في السناني ايه احمد تتحك ليس انا غلطان فيك وانتو الصراحة مش انت استاذ عمر على راسي استاذ عمر النهاردة هنبهدل احمد النهاردة بس اه ونبتدي بقى فانت بس انت كده اه طبعا انا هبهدله اه طبعا انا هبهدله انا نازل من البيت جايلك اهلا حاجة انت في الاول حاولت تحطي لي ده تحت الامبرالة تحت التشجيع ايه انت بتحاول تبيوه على انه تشجيع لا 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 تشجيع حضرتك حضرتك متعرفيش حضرتك حضرتك مش فهمة تتشجيع ده كارسة 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 انت دمرتاني كده بس وانحنا هتفت ثانيتين عشان انت كونستنتلي عملت حساسي ان انا عامنا صح طول الوقت لان انت عملت حطي لي ستاندردس انا مش ابتو دي ستاندردس لسه دلوقت يمكن مش جاهز يمكن معنديش يمكن معنديش يمكن معنديش يمكن مش عايز اصلا على فكرة مين قالك ان انا عايز اكون احسن واحد مش عايز انا عايز ابقى كده انا عايز ابقى تماما انت عملت وحطي لي حاجات اعلى من اللي انا عايز اوصل الله بلاس عمل بقى بتجيل تريبني انت عملت مجهود انت جيت لي تحت بيتي هتزلني طبعا مين قالك تيجي ما انا عايزك تتحسن يا انت مش انت هتعصبني ولا ايه خرج عن شعوره انت عايزني اتحسن افرد انا مش عايز وفعلا واحد بتتكلم بالعصبية دي ايوه عشان احنا نبقى محموين لما نكون بنحب حد وخايفين اللي هما بجد انا عاوزهم يتحسنوا طب تصدق ان انت متستهلش صح 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 جدا بس ها وبعدين ده وددك فين ده ودده فين على فكرة ده محسسه اوحش بقى نخليه اساسا بقى مش عايزة عمل حاجة خاطص خالص بقى ماضي في ساعتها بقى بيوم يقفل الموبايل بلوك بقى ده بلوك حالا فكرسة انت محتاج تستنى لقدمك يبقى رادي او اصلا بقى تعادي نسأله وعاوز ايه ده اصلا يمكن انا عايز ابقى افرج استرابتي تراب saker انا اعمل كثيرة جدا هرورد اخرجت على صحيح وانا اخذت لدك انا قمت بالك يوجد لدو الخطوة ارى المترجم 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 الانهار الطريقة اللي انا كنت بتكلم بها دي حس ان احنا اتربنا كده. ايه طبعا. من من اهلنا. ايه طبعا. تصدق ان انت عايا ما تستهلش. انا اصلا انت بتتكلم حسن انا سمع ابوهات. صح. ايه غلط خالص. ما انت تصدق ان انت بتستهل شكرا. اه. بس خلاص انت انا خدت منك الكلمة دي بقى بلعتها وهمش بيها طول حياتي. مصاريف الجامعة دي كنت جبت بيها بي ام. عارف ايه المشكلة? ان احنا طول الوقت اهلنا بيخلونا نتعامل معاهم من. جلت ماينزت. ايه. مع ان احنا على فكرة والله العظيم بمنتهى البساطة. ممكن نتعامل معاهم from a gratitude mindset. قل لي ان انت دفعت دم قلبك. خليني ان انا ابقى ممتنة. انت دلوقتي دفعت دم قلبك في جامعيتي. وما جبتش بي اعمل لنفسك فيها لشان خطر. which is the decision that you made by the way. انا 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 مقولش حقيقة. انت قررت اتعانلمني حلم. انت قررت اتجبني للدني. اساسي. وقررت اتعايشني في مستوى معين. انا مطلبتوش. انت كنت عايزه لي. وقررت اتقدم تضحيات معينة. ما تزلنيش بها بقى. وقررت ان انا ما انزلش اشتغل دلوقتي واخلص درس واتجوز. بعد كده بقشوف حياتي. بالزبط. عملت لي كل هذه الحاجات دي. وعندك طريقتين توصل لي بيهم الحاجات دي. يا اما تخليني يبقى ممتن لك قوي. وعاوز رؤقة. اعمل لك حاجات حلوة قوي. وقرب منك قوي. وحاول اعمل لك ربع اللي انت عملته لي. يا اما حبقى طول الوقت حاسس بالزنب ان انت عملت لي الحاجات دي. والاتنين مختلفين تماما. لو انا طول الوقت حاسس ان امامتي وبابايا ضحوا عشاني واخدوا لي قرارات كويسة جدا. وكانوا. ايبل ان هما يبقى مي بقى جود قواليتي. حبقى طول الوقت حاسس ان انا الحمد لله يا رب ربنا يخليلي اهلي وعاوز اساعدهم وعاوز اقضي معهم وقت ويبقى طول الوقت حاسس ان انا مزلولة وان انا مديونة عشان هم عملوا لي الحاجات دي. حابق عندي ريزنت منزجان دي قوي. هو بعض معاهم عشان رد الدين. تقديت واجب. هسافر معاهم عشان هيفضل يزئولي بقى انتي وانتي وانتي فخلاص هسافر عشان سكتهم. كمبليتلي ديفرنت نخلي المجهور. ازاي نخلي الاهل نحن ولا نخليش الاهل اي حاجة احنا بنخلي نفسنا الكورس ده ناس كتير جدا مستنيا وناس كتير جدا سألتنا ان احنا نعمل اللي هو كورس ديجيال ماركتنج المرتبات كواحد ان هو يعمل ميديا بايرج ان هو يعمل علانات في الشركة المرتبات بتبدأ بكامل لو حد طبعا معاه البيعيش ان هو يتكلم انجليزي كويس وحجازة برا الريتز بتبقى بتوصل لمعدلات توصل ال 4000 دولار في الانتري ليبل وتوصل بعد كده لحوالي 7000 أو 8000 دولار فالعادي ان هو الميديا باير بياخد الفيز بتاعته قبل اجل كنسبة من اجمال الاعلانات فلا افترض لو هي صناعة زي الريل استيت الريل استيت دي وصل فيها لغاية خمش عشي في المين انا اللي محتاجة بها من الكلمتين اللي احنا لسه قيل لهم ده ان انا غزبا عنهم عشان انا مش مسؤول يعني انا اللي فضلت كل شوية حد يعملني طريقة معينة قعد تفكر ازاي يخلي اللي قداني غير طريقته معين مش هخلص انا عايم قول لي ان كنترول اف انا جميل ما يتفكر ما يتفكر هي تعمل هي عايزي امامي هي هتصحة الصبح كل يوم وتقول لي يا خسارة المئة الف جنين اللي اتدتهم لك بدل البيان ضغل هي حرة انا بقى هستقبل المعلومة دي زاي في العادي بقى قبل ما اعرف اللي انا بكلا نتكلم في ده دلوقتي هستقبلها ان انا حبقى حاسس ان انا مديون وحبقى حاسس ان انا ملسلون ان انا مش كويس وانا عامو وان انا بقى ها انا باقى ان انا بتدلوقتي وانا انا دلوقتي لازم اضحي وقدم علشان اعوض اللي هي عملته عشان لكن دلوقتي نو دات وي نو انو انا عاوز احاول اغير الجلت مينزت دي بجراتوتود مينزت ابقى ممتن مش حاسس بالزم مش مديون فا اوكي هي فعلا هي ممكن تكون بتقول هالي بطريقة فيها جلت تريبنج سلشان ده اللي هي متعود علي ده اللي هي متربية علي ده اللي هي فهمية انا مش عايز اغيرها بس انا عاوز ما بقش بانترناليز الكلام ده واخضعها نفسي فلا فعلا انا ممتن انا مقدر ان ماما عملت كدة بس انا مش حتاك ارد جميل انا محتاج اعود مع ماما عشان انا عايز اعود مع ماما محتاج اجيب لماما دي عشان انا بحبها بس مش عشان انا طوذ الوقت حاسس اني لازم. بس الموضوع صعب عشان كل يوم كل يوم طاخ طاخ طاخ. الموضوع صعب اي حاجة ليها لكم. تبا كنمكليش النهاردة. تعرف كنت بغير لك البمبرز. شلتك بباطنة تسعة شهور. اه. تعرف الموضوع ده كان مؤلمة دي. يعني ما تقدرش تفتكى تتكلمني. انا معيك حاجة صعبة جدا. بس انت بعتكتك تبقى فاهم. انت بقى فاهم. عفكرة ماما عمرها ما قلتلي كده يعني. ماما بتمبسط لما بكلمهاش. سلايا بتبعتك سينكيو ان انت بكلمتينيش النهاردة. اي حاجة بجد ليها علاقة بانه نستنى من اهلنا يغير حاجة معينة تبقى حاجة تقيلة عشان احنا محتاجين نقوم down to accepting. نما ممكن عمره ما يتغير. حاجة حاجة مضحكة يعني شفتي انا يعني اه. بابا لما دخل انا قلت له على فكرة بزنس هو عنده محل تحت. قلت له وغيره وعمله كذا. قلت له انا ممكن اساعدك فيه كذا كذا. قال لي ده حيفشل. وانا عارف ان ده حيتقصر الدنيا لو اتعامل هنا بدل اللي هو عامله. وبابا طول حياته الاول كنت بالحصة بقوي. انا حافشل. يعني انا انا يعني انا انا حاجة اللي زقيتني اقول ان انا اخلق شركة و اعمل كذا وان انا ان انا عايز اقولي بابا ان انا هعمل فلوس اكتر منك. ايو. حواريك. انا حواريك. لما دخل دايما. فانشوف ان انا هرقت معا. انا هاخد العمار اللي قدامك. واكترفت ان انا مش هقدر نخيره. ماسمعش اصلا الفكرة. ماسمعش ان الماركتينج هيتعامل زي ماسمعش ايه الجاب اللي في المشعرف ايه. ولا اي حاجة. فالاول كنت ممكن هتعصب ودايق جدا. انا انا مش كويس. انا انها ليست عني بزبط. الاول كنت عايز اغيره. لا انت لازم تفهم ان انا جامد. لازم تفهم ان الماركت تتغير. او. يعني احبنا اخدها ازاي اللي هو انا عايز اغيرك. علشان لما انت بتقوله انت بتقوله ده انا بحس ان انا مش كويس كفاية. الناحية التانية انا كويس كفاية. و انا عارف ان انت بتقوله بمشو اعلاقه بيا. this is how you think. it's completely different narrative. عمر. تاكر لما بابا دخل لما اول اول البودكاست خالص. اول بودكاست قبل ما كنا نبتدينا ننزل اصلا الحلقات. اه اول حاجة دخل. كنا لسه بنتمرن على البودكاست متمرن هنعمل حوارات ازاي. كنا اي حد بيجي وعد ع الكورسي نقعد نتكلم نجيب اصحابنا نجيب موظفين نجيب اي حد نعمل بودكاست طبعا. فبابا كان مثلا تالت مرة. والاكشن لما كنت بتكلم في البودكاست بتكلم ازاي هلنا مش فاهمين اللي احنا بنعمله. فبابا دخل ايه ده? بتعمل ايه? طبعا تتكلم ساعة ونص بودكاست? ساعة ونص. انا وعد. قال لي لا طبعا يا ابن. ايه لو عرف اللي انت بتعمل? ما حادش حاعد. مين حاعد يسمع لك ساعة ونص? ده مين حاعد يتكلم واصلا ساعة? ايه الفكرة الغبية دي? لازم تعمل حاجة تعمل حاجة زيها مش حايفة ايه. وفي فترتها برضو ما ما تضيقتش عشان فهمت بس قلت شفتوا كمعا انا بتكلم عنه هو ده بالزبط. بس. طوله انت عارف واحد اسمه جو روجن. دفعت له كام سنة? مئة مليون دولار ولا كونتراكت ان هو يبقى معهم ساعتين مئة مليون دولار ان هو يقعد يتكلم اربع خمس ساعات. مع احد قال لي ايه ده ابو جد? طوله ابو جد. قال لي طب ربنا معك. ايه. بس الموضوع صعب. صعب. وهو فعلا عايزني انجح. هو مش يعني هو. ايه بس بطريقته. بطريقة اللي هو مكتنع لنا صح. زي ما انت بقى الشخص اللي انت عملت ضغط عليه ده. انت عايزه ينجح بطريقة اللي انت مكتنع لنا صح? صح. ايه? انا زي ما طبعا. 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 ودي فعلا الحاجات اللي مشوف لك اه انا ممكن ان البيهيفر ده جاي من الواحد يريليت من الحتة دي. كل ما احنا كنا بنوبزورف حاجة كتير قوي حتى لو مش عقبانة غصبا عندنا بنشروها. صح? فعشان كده مسلا كتير قوي بيبقى فيه ريسورش على انه مسلا 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 الالكوهوليكس مسلا. صح. بصوا هم هاو مش دي سوفرد منها دي كان بكام الالكوهول. صح. عشان ده تدقوني ده الحاجة اللي دي سوفت انا ما شوفتش غير ده. انا ده اللي شوفته. لما بابا بيزعل او بيتدايق او بيتعصب بيشرب. صح. فخلاص هيدي طريقة. فغزبا عندنا حاجات كتير ايه ما كنت كنت مش بتعجبنا في اهلنا من كتر ما شفناها. خلاص احنا شربناها. بطريقة في اللواعي. عشان ايه. بنعمل كده. بديها قوي ان امامتي تقعد تنظم في الحاجات شوف ايه? انا زيها بالزبط. صح. بقى تنظم وقوم ولم وكده. صح باطي اه بابا. انت ايه ده? انت ايه القرب ده? صح? ايه. بتبتحك برضو يا احمد. بتبتحك على حاجات غريبة. بيحبوك قوي هنا. اه 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 احمد تي شيرت اللي انت لابسه فوضيعة. فوضيعة جدا. ممكن تخش توري الناس الناس عمرها تقريبا ما شفيتك تقريبا ممكن تيجي من وراي هنا تتسلم علاوة عشان ممكن لو. ايه من وراي هنا الكاميرا ده هتجيبه. يا ريت عمر لو حيمسك الكاميرا. وبص عمر اصلا ما اعرفش من الكاميرا. اه طلعه فوق. انا عايز تي شيرت يبان اعبد ايه? ايش اكله طوحفة تي شيرت اللي انت لابسه ده. اه لا المقاس تمام يا احمد. المقاس تمام. انت اللي مش تمام. ايه. بالضبط. انا مديك مقاس اه. اطلع من كدر يا احمد بوصلنا الشوت. التي شيرت طوحفة. فضيحة. احمد يا جماعة لو انتم مش فتوش احمد قبل كده ما اطلعنش ما ادي يا احمد. احنا اتكلم عنها. اام. تفتكر حيب عندهم مشاكل نفسية بعد ما اشتغلوا معين? حسنا كده مش شوية ردود افعال في النص. دي شوية حاجات واضحة وصريحة. ده هي اكيد احمد احمد. اه استنى هكلم ايش ارد. او احبب اشيكال خالص. ايوة كده يا احمد هو ده اللي احنا عادين شوفه. احنا بقلنا ساعة منتكلم افريد. شوية باباك قال لك بقى مينة يوز يتكلم معك ساعة? ساعة. قعدنا. ساعة. شفت بابا? شفت بابا. لا بس بس هو فعلا يعني الاول يعني الاول كد بعد لما ما فهمت وعدت ان هو عايز احسن حاجة لهي. يعني بابا الغد بابا اكتر واحد بساعدني في البزنس يعني هو هو اللي بساعدنا نعمل المكاتب هو بساعدني اجيب مكاتب هو بساعدني لو انا مسلا نقص فيه هو حيساعدني انه هو يساعدني في الفلوس يساعدني مش عارف ايه يجيب كزا بساعدني في كل حاجة بساعدني في كل حاجة في كل حاجة هو اكتر واحد بساعدني وهو اكتر واحد بسفورته هو اكتر واحد عايزني انجح ويتكلم عن وقدامك مش لو هو لو انا مش موجود هيكلم عني دايما مع صحابه ويوز يحمل كزا اي حد اه ابني. هو فخور. بس هو قدامك دايما لازم يحسزك. هو من نوجة نظره هو كده بيشجعك. هو كده بيشجعك وهو كده. فلازم الواحد بس يفهم الحتة دي. بزبط. حتة دي مهمة اول. بزبط. افهم الوديمي بيعمل كده ليه? وان هو اتساز مور ابوت ذم دان اتساز ابوت. وعمل شوية من انا اخد كل حاجة على نفسي. مش معنا ان هو قال كده انا فعلا انا فعلا انا فعلا انا فعلا انا انا بجد حفشل بكزا. احنا بسمح تجين نعمل ده. قبل ما اي حاجة تتحصل او تتقلي او تتريمي علي وفكر فيها سانيتين. وعي. بزبط. بزبط. دي كلمة الاو. في اي كلمة اي حاجة تطلعوا بيها النهاردة يا احمد. وعي. يبقى واعي. يا احمد بس. الحلقة دي لا احمد بس. وعي بجد. في اي حاجة اخيرة يا فريدة عازت تقوليها? حسنو يفكفرد الكثير. حلقة طحفة الصراحة. حلقة كدفن اوي اه. اول مرة اعمل حلقة اعمد. اه حلقة مختلفة تماما صح? مش ممكن جماعة احنا. ايه? بجد? ايه ده الله? انا عبسلت اي اعمد ان انا هشوف نفسي بقى وانا ثيرابيست. او. امتحمسة جدا. بجد? عايز اشوف بقى. برافو عليك. ما عرفش لو كدنا مثيل ولا ده كان بجد? لا بجد. ده كان بجد? لا انا بقول. لا برافو عليك. حسنت نفسي مرتاح. حسنت ان مشانا. انت هيا له حشر. او اني ستسمعي. اسألة صح? او 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 يعني او. او او. او ايه. او او. حسنت انه هنا لها te meinres Heather en انا انبساط في جدا. وان شاء الله دي حاجة تكون لو حتى شخص واحد يعني دي حاجة ساعدته ان هو ياخد الخطوة ان هو يروح ان هو يروح يشوف مساعدة او حتى بس يروح يتفرج على فيديوهات تشوف الموضوع اسهل من منتو متخيلين احنا فاكرين ان هو بس في الاخر اكشلي يعني حاجة جامدة جدا ان حاد يقعد يسمعك ساعة مين يقعد يسمعك ساعة ولا فيش تقوليش في حد مصحابك بحب يقعد يسمعك تتكلم ساعة عن نفسك يعني 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 حاجة تحفى you know حاجة جامدة جدا ان اتكلم عن عملت امبارح the hour is entirely yours can use it in whichever way you want I want you to talk more I want you to talk more I have an Instagram page just breathe with Farida they can dm me they can i think also link to my business whatsapp and recommend me and everything or they can talk to the centers that i work with and add the names of the centers on the page it's very easy it's a very easy process I want you to talk to me hi i want you to talk to me hi i want you to talk to me hi i want you to talk to me i want you to talk to me there is a consultation i usually ask people if you want to take appointment or you want to go one or two times there are people who want to discover i want to start proper regular therapy i ask them all the questions it's a very easy process it's a very easy process you can reach out on instagram yes there are people online and in person it's mostly in person yes face to face and online with another center and online with another center which is also in moscow online ok Farida I am very happy it was fun is there anything else is there anything else is there anything else there is anything I want to talk about I see this I see you today and not you when you you did 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 you that you you can you you عشان انا افضحناهوش في الحلقة الفاتح ان نبتحه في الحلقة دي. الحمد لله. افضح نفسي انا طيب? افضح نفسي في ايه طيب? فيش حاجة. الحمد لله. الحمد لله. مجد افضح نفسي ان انا مفروض اخس. خمسة كيلو الشهر ده تخنت تلاتة كيلو. فصبع الفل. بجد يا جماعة قلت مبسوط قوي لو انتم لسا موجودين بعد الساعة وعشر دهاية دول انت اللي بتعمل الحلقة انت اللي بتدي الريتش. وانتي انتي انني انت 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 ان شكوا واستاذ عمورة. حيب اشكرك يا جماعة متنسوش تعملوا لايك و Annie. متنسوش تعملوا فلو فريدة على الانستغرام. بتنازل تبس لذيذة جدا. وتاني يا جماعة ان شاء الله الحلقة ديت تكوني عجبتكو. ان شاء الله الحلقة ديت تكون دفع ان انتم تروح وشوفوا او اي حاجة انتم حتى لو كويسين او مش كويسين. يعني حتى لو انت فاكر انت كل حاجة تمام. الموضوع بيخليك تبقى واعي اكتر عن نفسك. تبقى واعي اكتر. حياة سريحة جدا 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 دلوقتي. اسرع من اصل مخينة يعني بجد مخينة مش موجود ان نحن نتفرج على ثلاث ثواني. فالحياة بقت سريعة جدا. فعايزين نهدى. حاسس ان اكبر مشكلة عندنا ان احنا مش وعيين باللي بيحصل. دي حاجة بتخليك كده تهدى. وتبقى واعي اكتر. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي حلقة هتساعد الناس. وتاني شكرا يا جماعة ان انتم معنا النهاردة. انتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي اسئلة فديدة تيجي تاني. ممكن نتكلم عن معينة. عن حاجات معينة. اه فاكتبونا في الكومنس لو في حاجات انتم عايزيننا نتكلم عليها. بس كده اطول انترو تقريبا على طب حياتي. اوترو قصدي. شكرا يا فريدة. شوفكم في الحقيقة جاية. بحيبوكوا جدا يا جماعة. لا استاذ احمد. الفنوس ده اهم حاجة في الحلقة. شكرا يا جماعة. اشتركوا في القناة